هل يقال بأنه إذا استمعنا لأطفالنا وأبدناهم اهتمام أعطيناهم اهتمام بالأشياء اللي هن مهتمين فيها وهن أطفال الأشياء التافهة الصغيرة ماما تعيشوا فيه شوفي على الآيباد ماما هيك صار بالمدرسة عادة بتكون شغلات هيك صغيرة جدا وتافهة ولكن هذا بيعني بأنه إحنا كسبنا ثقتهم للمستقبل لما يكون فيه عن جد قضايا مهمة يلجأوا لنا لإلها وطبعا القدوة الحسنة إنه نكون قدوة حسنة هل مضبوط هذا الكلام؟ هل هذا بيخلق ثقة ما بين الأهل وأبنائهم؟ 100% صغر وكبار إذا نحن احترمنا شو أنت بتحبي بيحترمونا فالولد بالنسبة له الآيباد أو اللعب اللي وقعت على الأرض يلي هي اللعب كتير صغير يلي هي بالنسبة له شيء كتير مهم وحاسس فيها بالأمان إذا نحن عم نستسخف هالأمور أو عم ما عم نعطي فاليو للأشياء اللي هو عطيها قيمة معناته هو حيشك إنه نحن ما منحبه فالأشياء التافهة اللي نحن منشوفها صارت عادية لأنه نحن كانت بالنسبة لنا كتير مهمة بنا نعطيها نفس القيمة ونشوفها بنفس العين اللي عم بيشوفها الولد يعني دايما أنا بدي نزل عيوني لعيون الولد وشوفه هو شو عم بيشوف الأشياء اللي هو بيحبه أنا بدي فرجي نفس المشاعر إنه أنا أوكي هاي مهمة الحق معك تزعل هالقد بيدر معه بنفس المشاعر يعني هو غضب كتير أوكي بيجي بسأله أنا ليه غضبت ليش زعلت أو بشرح له أنا أنه كيف نخفف الغضب اشتركوا في القناة